ترجمة نانسي قنقر كما استمع سموه إلى شرح المفصل عن أهمية المعرض والمشاركة البحرينية في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظة بالدولي للبترول والتي ستسلط الضوء على المنجزات التي حققتها المملكة في هذين المجالين بالإضافة إلى المشروعات التطويرية التي تنتهجها المملكة للارتقاء بكافة مكونات منظومة العمل في قطاعي النفط والغاز وأشهد سموه بما يحتويه معرض البحرين من أركان مختلفة والتي تبين أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة في سبيل تحقيق التطور المستمر لقطاعي النفط والغاز مشيرا سموه إلى أن تواجد البحرين في المعرض العالمي الكبير يمثل فرصة مثالية لعرض استراتيجية المملكة أمام الخبراء والمهتمين بهذين القطاعين وصناع القرار والخطوات التي اتخذتها في سبيل تطوير قطاعي النفط والغاز ترجمة نانسي قنقر